خلينا طب ضبطها رتبها لنا نسقها لنا ضد النظر عن هذه الأعضاء أيا كانت الأعضاء ممكن نضحها في الضوابط التالية رقم واحد أنه نقل هذا العضو يجب أن يكون بإذن صاحبه ويكون هذا الرجل مكلف مش ناخذ من واحد طفل صغير أو واحد ما يدري أو واحد مجنون لا يجوز الاعتداء على البدن لازم يكون هذا الواحد واعي ويكون مدرك وعاقل وبالغ فحين أذننا استأذنه فإذا أذنه فيكون هذا من باب الانتفاع للطرف الآخر حتى ولو ضح من جسمه فهو مأجور على هذا الفعل والجود بالنفس أقصى غاية الجود رقم اثنين أنه ما ينقل عضو وحيد ما يصير روح ينقل قلب يقول خذ قلبي وروح يطيل للطرف الآخر أو شيء يهلك به الإنسان أو يموت أو يعرض نفسه إلى درجة الخطر الكبير فرقم اثنين لا تنقل عضوا ثابتا يعني وحيدا لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا به رقم ثلاثة لا ينقل شيء هو من المورثات يعني ما يصير واحد ينقل مبيض ولا ينقل خصية ولا ليش هذه تتعلق بالولادة وتتعلق بالأبناء والذرية والنسب يعني هذه فيها المكونات الحقيقية فهذه أشياء خاصة بالإنسان رقم أربعة ما يكون فيه ضرر عليك يعني يجي الطبيب يقول لا ولا ترى لو نقلته نسبة التعب ونسبة الإذاة ونسبة المرض ستكون عالية فإذا تحققنا من هذا هذا شيء جيد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي الإنسان رقم خمسة أنه يكون في مكان صحيح يعني إما مستشفى حقيقية وناس متخصصون حتى يقومون بهذا الدور دور المعالجة رقم ستة يغلب على ظن الطبيب أنك لو نقلت العضو للطرف الآخر يغلب على ظن الطبيب أنك بإذن الله حينفعك يصير ما يصير هكذا كان يقول خلينا نجرب لا أخذ العضو نجرب لهذا المسأل ليست بهذه المنطقية إنما يغلب على وجه الحقيقة والانتفاع نحن نتكلم بشكل إيش؟ بشكل غالب النقطة التي تليها ممكن يكون هذا الإنسان الذي سنأخذ منه العضو ميت هنتكلم مع مين؟ نتكلم مع الورثة ونقول تعالوا يا ورثة والله ابنكم هذا هل يمكن أن ينقل منه العضو؟ بعضهم يقول لك لا يعني كسر العظم الميت ككسره حي خلاص نفس الأليين هنقول هنا كما يقول بعض الفقهاء ومنهم جاد الحق عالم الأزهر وشيخ الأزهر الشريف أنت لم تكسر عظما أنت هنا إيش؟ قاعد تأخذ عضو بطريقة معينة لم تؤذي لم تكسر أنت أخذت هذا العضو لينتفع به طرف أقر فيحيى به وهذا بتوفيق الله عز وجل وكرم الله فإذا وافقوا الورثة اللهم المسؤولين عن هذا الميت وجثت هذا الميت وفعلا فيه انتفاع حقيقي أو أوصى هذا الإنسان قبل وفاته وقال يا جماعة الأخير أنا ممكن أن أعطي هذا العضو لطرف آخر نعم هي كلها ملك الله ولكن يمكن للعلم الحديث أن ينتفع بها الإنسان ويأخذ جزءا لا يسبب له هلاكا فإذا هذا الميت اللي هو خلاص توفى وراثته يمكن أن ينقل هذا العضو بعد ذلك إلى مين؟ إلى الطرف الآخر الذي سينتفع به سينتفع بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر